قبل حوالي شهرين من الآن لم تكن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتوقع أن يحدث تصعيد أو مواجهات مع الفلسطينيين وكانت ترى أن أكبر تهديد لإسرائيل قد يكون في إيران على بعد ألف ميل أو عبر الحدود الشمالية مع لبنان فكيف وصل الوضع في القدس وغزة وغيرهما من المدن إلى ما نشهده الآن بعد مرور سبع سنوات على آخر مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس وستة عشر عاما على آخر انتفاضة كبرى بفلسطين في مساء اليوم الأول من رمضان دخلت قوة عسكرية إسرائيلية باحات المسجد الأقصى وتوجهت نحو أسلاك مكبرات الصوت التي تبث الأذان والصلاة من مآذن الأقصى الأربعة وقامت بقطعها فكانت الشرارة التي أشعلت فتيل الأزمة الحكومة الإسرائيلية الانتقالية التي يقودها بنيامين نتنياهو وجدت في الأمر فرصة لا تعوض لتوطيد سلطته سيما بعد التوصل إلى تفاهمات أساسية لتشكيل حكومة بديلة برئاسة بنتواليبيد كان من المفروض أن تقدم للتصويت ونيل الثقة الكنيسة هذا الأسبوع وفي ظل الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية أحبط رئيس أركان الجيش الإسرائيلي محاولة نتنياهو تجيير الانتصار لنفسه بإعلانه قبول المبادرة الأممية للتهديئة ووقف إطلاق النار نتنياهو الذي يسعى لتوظيف العدوان على غزة لأهدافه الشخصية وإفشال مهمة تشكيل حكومة بديلة ووصل خلال العدوان على غزة مفاوضات تشكيل الحكومة مع بنيت إذ بدى واضحا أنه يتجه لقبول وقف إطلاق النار بعد أن حقق أهدافه بإفشال مهمة تشكيل حكومة بديلة يشار إلى أن نتنياهو الذي يخشى الخروج لحرب طويلة الأمد ويمتنع عن المواجهات العسكرية الشاملة يرى في العدوان على غزة بمثابة طوق نجاة مؤقت له لإعادة ترتيب أوراقه وترحيل محاكمته بتهم فساد ولحين انتهاء العدوان ستبقى الحكومة الإسرائيلية الانتقالية تشهد حالة إرباك بكل ما يتعلق بموعد إنهاء الحملة العسكرية وذلك في ظل اتساع مدى صواريخ المقاومة إلى أبعد من تل أبيب ترجمة نانسي قنقر